مساء الفل وأهلا بكم تبدأ الحلقة بوليد وجاميليا وبنعرف إنها اللي وراء كل حاجة حصلت لسلمة وليد بقى بيهددها إنها يروح لسلمة ويحكي لها كل حاجة أو يروح لنور الدين باباها ويحكي له الجريمة البشعة اللي عملتها بنته تسببت في موت أخوها حسن بنعرف بقى الحكاية من أولها وليد مصور فيديوهات للبنات اللي كانت بتروح له العيادة هو دكتور جلدية سلمة عرفت الحوار ده وحبت تنقذهم وتاخد منه الفيديوهات وفي نفس الوقت كاميليا عارفت برضو لكن كان عدفها قذر كانت عايزة تتخلص من سلمة وتطردها برها لتوم أقنعت وليد بعد ما هددته طبعا إنه يستدرك سلمة لشقته وجزع حسن يطب عليهم ويفهم إنها بتخونه بس اللي حصل كان أفضع بكتير من كده لإنها ما عملتش حساب إن أخوها ممكن يموت من حسرته مفرقشاً على كاميليا الكلام اللي قاله لها وليد ضحكت قوي بسخرية وقالت له وماله روح قول لهم ومحدش هيصدقك عشان صمعتك وحشة قالت له بقى كمان إن عندها موظفة شطرة قوي جابت لها كل المعلومات عنه وعرفت إنه هي ربعة السعادية وبردو فضل زي ما هو قذر زي ما هو بيصور البنات ويعمل لهم فيديوهات وطبعاً لو هي بلغت عنه هيترمي في السجن باقي عمره قالها دي إشعاعات مرات اللي مطلعاها قالت له تختفي نهائي ومش حايز أشوفك تنساني ومتحاولش إنك توصل لي تاني ورجعت قالت له بس عموماً أنا حسن منك وراح تكداله شيك بمبلغ كبير وقالت له عشان تصرف منه لغاية ما زبط لك سفرية تأكل منها عيش وبيجالها مكالمة إنه هو همازن في الأسم وفي مركز التجميل بنشوف رغدة بتعمل كارثة جابت بقى حقن بوتيكس وفيلر مضروبة وديتها اللامية وقالت لها لما حد من الدك هتريطلو اديله منها ومتجيبش لهم من المخزن خالص لم يابتقول لها بس كده هيحصل مشكلة جامدة للعملة قلت لها ملكيش هنت دعوة وفي بيت نور الدين سلمة بقى وأختها ليلة قاعدين علشان موضوع مازن ليلة قال أنا قوي على مازن قال لها ما تقلق إيش هو هيبات النهاردة في الأسم وبكرة هيتعرض عن نيابة وكاميلي هتطلعه على طول زي كل مرة يعني أصله بيتخانئ كتير سلمة ويا قاعدة جالها رسالة فهمت إن زملها اللي كانت موصية جيم معلومات عن وليد وصل لحاجة وبسرعة كلمته ودها العنوان فعلا بعد كده بقى بنشوف كاميليا رايحة لإسمة علشان تشوف موضوع مازن أخوها وبيروح لها رشيد سألها عن مازن وقال لها تؤمنين عليه قالت له لأ ما فيش خنائة عيالك العادة وقال اللي جابك هنا قال لها مشاكلنا الشخصية حاجة لكن اللي بيننا عيلة وولاد قالت له لأ لما نتطلق إن شاء الله مش هيبقى فيك كلام ده ولادي هيبقوا في حضني وجو العيلة بقى وراجل العيلة والكلام ده تنساه خالص قدم أنت قررت تبعد فشلنا بره حياتك إحنا مش عايزينك ودخلت بقى المازن شافت العسكري واخده على الحجز قالت له حكيلي اللي حصل عشان أعرف أخربك منها ونعمل صلح قال لها لا يمكن نعمل صلح ده أنا هؤديه في ستين دعية قالت له لأ ما تقولش كده بس عشان إنت اللي هتروح في ستين دعية لو معرفناش نعمل صلح ونخلص الموضوع ده عشان هو مرمي في المستشفى ورحت له بقى على المستشفى بتقول له عندك دليل إن مازن هو اللي عمل كده قال لها لأ بس مش هسيب حق أختي قال لك له طب نعمل صلح ونبعد بقى عن موضوع الإسام والنيابات والكلام ده وهجيب لك حق وحق أختك لغاية عندك قال لها مش هعمل صلح ومازن هيتسجن واعرف جيب حق أختي وحق لغاية عندي قوب نفسي لأن الموضوع هيبقى يا إما جنحة يا جناية قال له طب كويس قوة أنت فاهم هو كل حاجة وأدم فاهم بقى خليك عارف إن أنت مش عدو في النادي ودخلت بالطقة وكمان كان في إيدك سلاح يعني هيوديك في ستين دعية وهدت سجن حبة حلوية يبقى بقى الصحة بيقول إيه إن إحنا لازم نتصالح وهديك كمان قرشان حلوين بعد كده بقى بنشوف سلمة اللي راحت على عنوان اللي وليد فيه وهي طالع السلم اتصل بيها ليلة تعرفها ان مازل خلاص هيخرج من القسم وطلعت للسطوح المكان اللي قاعد فيه وليه اول ما شفت فزع وما بقاش عارف يروح فين ولا يتصرف ازاي وفضل هم الاتنين بصين لبعض وسكتين تماما وبنرجع بقى للماضي ونشوف اللي حصل سلمة رايحالو البيت زي ما طلب منها وفي الوقت ده كان خاطب اختها داليا راح علشان تاخد منه الفيديوهات اللي كان مهدت بيها البنات اللي كان بتروح له العيادة قال لها طيب نشرب حاجة الاول وبعد كده هجبلك الفيديوهات زعقت فيه وقالت له انا مش جاية طايف فين الفيديوهات خليه نمشي دخل عشان يجبهم لكنه طلع وفي ايده كاسين وبلبس غير لاق بالمرة زعقت فيه وقالت له ايه اللي انت عامله ده فين الفيديوهات قال لها جوه وبيرن جرس الباب بيقول لها ادخل بسرعة استخبي فقطه النوم وفتح وهو مسج الكاس الكارسة ان ده جوز سلمة وليت بيقول له انت فهمت ايه وبيجري حسن بيقرب من سلمة وتقول له انت فاهم غلط انت فاهم غلط ده مش حقيقي بيقول لها طول عمري فاهم غلط كنت بكدب اقرب الناس ليا وصدقك انت بس وسبها ونزل نزلت ورها بسرعة تترجاي يصدق انها مظلومة لكنه قال لها انت اقزر واحدة عارفتها في حياتي قلت له وانت فاكر ان في حاجة حصلت بيني وبينه ازاي تصدق كده ازاي سبها ومشي ورجعت لقيته في البيت بتحاول تقنعه انها بريئة ومظلومة وما عملتش حاجة لكنه ما صدقهاش وقال لها ما حبتش في حد في الدنيا دي كلها قدك وما اتبع حصرته نرجع بقى للحاضر قالت له بسببك حسن مات وفكرني خينة واختي كمان مفكراني خينة قال لها هو اللي جي في الوقت الغلط انا كنت بقى من خير وعايز اصلح غلطتي وقتيجي في فيديوهات بتاعت البنات قلت له كداب انت جبتني عشان تصورني فيديو زيهم وتهددني بيه قال لها انا مش برغباء ده مش معقول يعني تبقى مهدداني ومسك علي حاجة واروح كمان اعمل حاجة زي دي قال لها انسي كل اللي فات وعيشي وانسي كل حاجة قالت له انسى ازاي ده لو كنت اتغيرت انما انت لسه قذر زي ما انت وبتصور البنات في العيادة انا سأل وعارفة كويس قوي تاريخة اللي سوت كله معتمد ان البنات غلابة وهيخافهم الفضيحة ومش هيتكلموا انا بقى هجيب لهم حقهم وابلغ عنك وهتنفصل من النقاب في اللحظة دي اعترف لها بالحقيقة اتفزعت وتصدمت من اللي سمعته قال لها كاميليا هي اللي وراء كل حاجة اصلها وصلت للفيديوهات اللي مصورها للبنات وهو بقى قال يضرب عصفرين بحجر واحد يخلص من تهديد كاميليا ومن تهديد سلمة في نفس الوقت واتفقوا على كل حاجة وبيحلف لها بالله العظيم انه ما تخيلش ابدا ان حسن يموت وده اللي اختها تكرهها وتعتبرها خينة سلمة بتقول له كداب عايز توقعني في بنت خلتي مستحيل تعمل كده قال لها كد فكرك اسكى من كده وهتلقطيها لوحدك كاميليا تقول عمرها بتسخن حسن عليك وطرق عمرها وعايزها تطلعك من العيلة بتاعتها بأي طريقة مستحيل مستحيل تعمل كده هتتهمني في شرفي عشان تطلعني بره العيلة قال لها اه انت مش مصدق طب هوريك بقى الدليل ورح مطلع الشريك اللي تتهوله كاميليا قال لها تديني مبلغ كبير زي ده ليه إلا لو كنت ماسك عليها حاجة سلمة قالت له تعالى معايا قول كل ده لداليا قال لها لا يمكن طبعا مش هتصدقني وبعدين وحيدة لا انا معرفش كاميليا ماسك عليها ايه وهتسجني قالت له انت كده ولا كده هتسجن سواء على ايدي او على ايدها قال لها لا يمكن كاميليا تعترف باللي عملته ابدا وداليا مش هتصدقني داليا عشان تصدق لازم حد غيري وغيري كهو اللي يحكي لها اخل ما فيش غر حل واحد تخلي كاميليا تقول كل اللي انت حكيته ده وتسجل لها بعد كده بقى بنشوف مازن خرج من النيابة بابا نور الدين منتظره في العربية ولا اللي خطبته راحت عشان تستقبله بيركبه هما الاتنين مع بابا وكاميليا بتقولهم لازم امشي عشان عندي شغل مهم البنت بقى اللي ضرب اخوها واقفة بتبصله من بعيد فهمت كمان انه خالص ونرجع للماضي وسلمة بتفتكر يوم عزها حسن وهي بتقول لكاميليا ما كانش قصدي كاميليا بتعايد بحرقة وبتقول لها ملكيش اي زنب انا للي وبعدين بتقول انا مش فاهم انا بقول ايه وبتسقط خالص سلمة بقى ركبه عربيتها وبتكلم كاميليا بقول لحب ودلع وبتقول لها ما ازن اي اخبار وطمينيني عليها قالت لها خرج خلاص قالت لها كمان ان رشيد رح لها عند الاسم وقال لها عايز احضر معاك وهي رفضت وزعل قوي سلمة قالت لها بكل دهاء ومكر سيب رشيد بقى عليها وانا هصلح لك الموضوع كله يا طارانوي علي وفي مكتب كاميليا بنشوفها قعدة مع عميلة لكنها سحبتهم من مكتب باباها وده مش اول عميل تاخده واضح ان هي عملة تاخدهم واحد ورد تاني وطبعا باباها ما عندوش اي فكرة عن الحكاية دي داليا بقى بتطلب تاني من ياسين انهم روحوا بيتهم وكالعادة بيأجل والغاية دلوقتي مفيش سبب واضح وفي مركز التجميل بنشوف رغضة واقفة مع دكتور عبد الرحمن وبتقول له سمعت انك عامل سلفة كبيرة قال لها وترفضت تقدر يتمشي هالي قالت له مش سهل قصو مش تخصصي قال لها كلامك بيمشي على جميع الاقسام قالت له لما انت عارف كده بتضيقني ليه انا والبنات بتوعي اللي شغالين معايا قال لها كانت غلطة ومش هتتقرر ابدا قالت له تمام السلفة هتتأخر شوية مش هتاخدها دلوقتي قرصت ودني يعني وبعد اسبوع هتاخدها ولو عرفت انك تخطتني وروحت الليلة ولا سلمة انا بقى هلففك حوالين نفسك بنشوف بعد كده المحامي اللي في مكتب نور الدين راح لسلمة عرفها ان كاميلي بتاخد العمل اللي حساب مكتبها الجديد قالت له طب هي ليه بتعمل كده دي محامية شطرة مش محتاجة قال لها اه بس لسه ملهاش اسم والعملة كلهم بيجوا على اسم نور الدين ومش هقفة تفرج والعملة بيمشوا يتصربوا واحد ورد تاني قالت له انا هتصرف ما تقلقش بعد كده بنشوف ياسين نسي عيد جوازهم كالعادة ودي تاني مرة ينسي اصلاهم متجاوزين بقالهم سنتين بس طبعا هي ازعلانة جدا وفي مركز التجميل بقى لم يقدت لدكتورة ليلى حقن البوتكس والفلر المضروبة عشان تشتغل بيهم للعملة ودخل السلمة فجأة وخدت بالها بسرعة نادها الدكتورة ليلى قالت لها عزاكي برا وبعيد طبعا كلمتها وقالت لها الحقن دي منين قالت لها دي كاميليا هي اللي جابتها لي من المغزن قالت لها لأ الحقن دي مضروبة دي مش من عندنا في المغزن قالت لها شكل فيه حاجة كبيرة بتتضبر هنا ولازم نعرفها روح انتي جيبي حقنة من المغزن أصلية وأنا هفرغ الكاميرات وهعرف ايه اللي بيحصل بنشوف بقى كاميليا بتروح لأخوها وتصحي من النوم عايزة تعرف ايه اللي حصل بالضبط وبتسأله انت فعلا عملت كده فقط الولد ده سكت قالت له لو سلمة ولا ليلة عرفوا هتبقى مصيبة قالت له بقى احكيه الموضوع بالضبط عشان نشوفها نحله ازاي وفي مركز التجميل فيه لجنة تفتيش عشان في شكوة متقدمة انهم بيستخدموا أدوية تجميل غير مرخصة رغضة متوترة جدا الغريبة ان ليلة بكل هدوء قالت لهم اتفضلوا فتشوا المركز تحت امرك وسلمة بدأت خطة الانتقام من كاميليا طبعا راحت لباباها نور دين وعرفته ان بنته كاميليا بتسحب العمل من عنده وتاخدهم مكتبها وفهمته ان هي خايفة عليها قوي علشان كده جت وقالت له علشان يحاول يتصرف مع بنته قبل ما تقع في غلطة كبيرة قوي ما تقدرش تصلح صدقها واقتنع بكلامها ان هي خايفة على بنته هي طبعا سعيدة جدا ببداية خطة الانتقام بتاعتها يا طرق ايه اللي هيحصل بعد كده هنشوف اشوفكم بخير ان شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة